بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقعة الدنيا جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة بالتأكيد مهمة جدا للنهجية في اليوم التالي مباشرة عقد فوز النادي الأهلي على الزمالك في ديربي الكرة المصرية نتيجة وأداء ومكسب وصدارة واحتفالات ونتائج مميزة للنادي الأهلي في المباراة القبرى خلال الفترة الأخيرة النتيجة والمكسب والأداء مش بس في صدارة الدوري وتفوق الأهلي رقميا وجماهيريا وفنيا على نادي الزمالك ولكن كمان في الرهان الرهان على روح الفانيلا الحمرة الرهان إن الأهلي دايما بمن حضر الرهان إن محمود قهربة إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي حلقة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا وكالعادة متعودين مننا دايما إن في التريند كل الأخبار والكواليس الحصرية بتبقى من خلالنا على شاشة قناة الأهلي ولكن بسرعة الحلقة دا سمى وفيها كلام كتير نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم ودايما كده لازم تكونوا موجودين معنا وفي قلب الحدث في برنامج التريند وتخشوا وتجاوبوا على السؤال ما رأيكم في أداء وفوز الأهلي على الزمالك 3-0 في قمة الدوري المصري تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا عبر الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي نهاية الحلقة هستعرض أكبر قدر من مشاركات تحضراتكم على سؤال الحلقة وأكيد رأيكم مهم جدا بالنسبة لنا بعد الفوز في الدوري على الزمالك بسلسة أهداف مقابل لاشي لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوي في تريند الأهلي الخطيب يهنئ اللاعبين والجهاز الفني بعد الفوز على الزمالك وكمان الفريق يستعنف تدريباته بدون راحة استعدادا للبنك الأهلي وأخيرا كريم فؤاد يغادر للنمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبي استعرض مباريات اليوم جولة جديدة ومباريات جديدة في أسابيع مختلفة في الدوريات الأوروبية وأيضا كمان في الدوري المصري النهاردة استقناف وبداية مباريات الجولة الخمستاشر بالنسبة للدوري العام ويمكن في هذه اللحظات أنا معكم الهواء مباشرة الداخلية بيستضيف المقاولون العرب وخلال الأيام القادمة إن شاء الله في استكمال لهذه الجولة واللي بالتأكيد من أهمها مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم السلسة طب نروح للدور الإنجليزي والجولة الواحد وعشرين منشستر سيتي بالتأكيد ده متفوق على ويلفر هامبتون بهدف مقابل للاشئ ليتزي يونيتد متعادل مع برينت فورد سفر سفر وأرسنال الساعة ستة ونص النهاردة هيستضيف منشستر يونيتد مباراة مهمة وكبيرة جدا طب نروح لمباراة اليوم في الدوري الأسباني نبدأ مع بعض فيا ريال مع جيرونا وتعادل سلبي سفر سفر ساعة خمسة وربا إليتشي هيستضيف أساسونا ساعة سبعة ونص برشلون هيستضيف ختافي ساعة عشرة من مساء اليوم أتليتكي بلباو هيستضيف ريال مادريد نروح لمباراة الدوري الإيطالي سامبيتوريا بيلعب طبعا مع أودونيزي وانتهت المباراة بتقدم أودونيزي بهدف مقابل لاشئ وفاز أودونيزي على سامبيتوريا في هذه اللحظات أيضا مونزا بيلعب مع ساسولو وساسولو متقدم بهدف مقابل لاشئ ساعة السابعة أيضا سبيزي هيستضيف روما والساعة عشرة إلى روبا يوفينتوس يستضيف أتلانطا يمكن يوم حافل بالمباراة المحلية والأوروبية والدوري الإنجليزي والقمة النهاردة ما بين أرسنال ومنشستر يونيتد قبل مطلع الفصل يمكن النهاردة بالتأكيد واجب العزاء للكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في وفاة المغفور له بإذن الله والده النهاردة الأهلي بتقدم بخالص التعازل الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في وفاة والده كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطعات النادي الرياضية والإدارية يتقدمون بخالص التعازل الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي في وفاة المغفور له بإذن الله والده دعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جنته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون فاصل وبعد الفاصل نبدأ نتكلم بقى على تفاصيل الحالة والنهاردة زي ما قلت عندنا كلام مهم جدا على مباراة التربي بين الأهل والزمالك اللي انتهت بتفوق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أهلا بحضراتكم من جديد يمكن الحديث عن مباراة القمة الأهل والزمالك فيها تفاصيل كتيرة ولكن النقطة المهمة جدا ودي اللي اتكلمت فيها مبارح قبل المباراة بحوالي ساعتين ثلاثة وهي فكرة أني كان طلع البعض وتكلم وقال قبل كده أن قهربة ظلم نفسه والكلام ده تقلح قبل مباراة القمة بحوالي اسبوعين ثلاثة قهربة ظلم نفسه لم يجني من رحيله سوى المشاكل قهربة يمكن وجوده في الأهل سلبي أكتر ما هو إيجابي امبارح أنا طلقته قلت في دقيقة أو دقيقتين باختصار قهربة في الأهل أداءه وأرقامه ونتيجه إيه ودوره في مباراة القمة اللي لعبها قبل كده كانت إيه تعالوا نشوف أنا قلت إيه مبارح بخصوص مشاركة قهربة مع النادي الأهلي وقلت الكلام ده أيا كان الطريقة اللي ممكن يختار بها كولر الفترة اللي هيشارك فيها قهربة أساسي احتياطي يلعب آخر عشر دقائق ولكن واضح جدا أن كولر كان مقتنع أن قهربة في التشكيلة الأساسية لأسباب عديدة أنا ذكرت إيه مبارح أجزاء منها تعالوا نسمع ونشوف أنا قلت إيه مبارح على مشاركة قهربة أمام الزمالك ونرجع لنسى عندنا تفاصيل تانية كمان في مكسب مهم جدا للنهاردة للأهلي ولازم كنا نركز عليه في الساعات اللي فاتت وحتى في الساعتين اللي قبل المباراة قهربة وجود قهربة مع النادي الأهلي أمام الزمالك مكسب للأهلي التاريخ بيقول كده لأن قهربة مع الأهلي قدام الزمالك لعب ثلاث مباريات الأهلي لم يخسر مبارتين فوز ومباراة تعادل طب نروح لأبعد من كده قهربة في مشاركته مع الأهلي هل معدل أهدافه أكتر من الزمالك ولا لا لو خدناها بالقياس بعدد مباراة قهربة مع الأهلي بالمقارنة مباراةه مع الزمالك لا نسبة أهداف قهربة مع الأهلي أعلى من الزمالك وبالتالي وراء ربحها مهمة جدا جدا والعامل النفس والزهني بهذه النتائج وبهذه الأرقام بيتفوق فيها الأهلي وقهربة على نادي الزمالك دي على وين مهمة جدا كان لازم نبدأ بيها وإحنا بنتكلم على مباراة القمة ممكن نسبة مشاركة قهربة مع الأهلي في التشكيل الأساسية لا تتخطط 48 أو 49% ولكن عدد أهداف قهربة تخطط حوالي 19 هدف خلال فترة وجوده مع النادي الآلي خلال آخر سنة تلكت منهم كمان فترة معارفة إلى الدور التركي ولكن في المقابل لعامل زمالك عدد مباراة أكتر ولكن نسبة الأهداف أقل من نسبة مشاركاته مع النادي الآلي في الفترة الصابقة بتعودين مننا دايما الحمد لله ما بنقولش إلا المعلومة الصادقة والأرقام الصحيحة والأيام بتثبت ده إن باري احنا بنتكلم قبل المباراة كان ممكن جدا النتيجة تغير كل اللي احنا بنتكلم فيه ولكن احنا عشان بنتكلم باختناعة لا هدفنا تريند تعرفين طبعا فيه تريند سلبي وفيه تريندات كتير سلبية على السوشيال ميديا ولكن كان كل هدفنا نقول التريند الإيجابي نتكلم على لاعب أضاف وسيضيف الكثير خلال الفترة القادمة قهرباء لم يكن أبدا مشكلة في النادي الآلي قهرباء برحيله كان مشكلة للمنافس وليس للنادي الآلي بل بالعكس إضافة كبيرة جدا ولعيب مميز وانبارح شفنا الأداء وشفنا كمان أداء في مباراة تصموحها وبإذن الله ان شاء الله كلمة إن ظلم نفسه دي لا في بعض الناس هي اللي ممكن تكون ظلمت نفسها وظلمت المكان اللي هي بتشتغل فيه بظلمها لقهرباء في فترة صابقة ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل واحد على قد نيته انبارح قهرباء ظهر بشكل جيد ساهم في العديد من الفرص أحرز هدف كان بمثابة يعني الانطلاق للفريق وقدر الفريق مبارح ينهي المباراة بسلاسة أهداف مقابل لاشي التوفيق كمان مهم جدا يا جماعة خدوا بالكم في الكرة التوفيق ده عنصر من العناصر المهمة جدا إنك مهما اشتغلت لو مش موفق للأسف ممكن نتنال انتقادات عديدة جدا ولكن الناية عشان صافية وربنا مطلع على كل شيء فالحمد الله التوفيق كان لصالح النادي الأهل وكان لصالح كهرباء بل المباراة مبارح انتهت 1-0 بهدف كهرباء انتهت 3-0 انتهت 4-0 أو 5-0 الجمهير مبارح خارجها سعيدة لأن الأهل مبارح كان بيلعب مباراة تكتيكية على أعلى مستوى البعض مبارح حاول يكلمنا عن المباراة ويقولوا دي أسوأ مباراة قمة الناس مش وقدة بالها ان النادي الأهل عنده مدير فني زكي جدا بيعرف يقرى المنافس ويعرف امتى ينقض على المنافس في التوقيت السليم اللي يقدر من خلاله يقتل المباراة ممكن بقى عايز تقولي يقهرب المباراة أي حاجة ممكن تمشي مع الفولت العالي خلاص الفترة اللي جاي ولكن يقدر يقتل المباراة الأهل في الشط الأول كانت استراتيجية كولر ايه مش عايز يجاري الزمالك مش عايز يعمل معدلات ليقى بدنية عالي عايز المنافس يدخل معك في الجيم ويلعب ويجري كتير لان ملاحظ بشكل كبير خلال هذا الشهر آخر أربع خمس مباريات للمنافس اللي يقى البدنية بتقل جدا ومعدل اللي يقى البدنية عند المنافس بتظهر بشكل كبير وبتقل جدا في النص ساعة الأخيرة من نهاية المباراة وبالتالي التاكتك وطريقة اللعب اللي اتعامل بها كولر مع المباراة كان عايز يستنفذ أكبر قدر من المجهود البدني للمنافس وبالفعل جات الديئة ستين عشان تكون البداية والانطلاقة بتمريرة من حسين الشحات واستلام رائع من حمد فتح نجم المباراة لمحمود عبد المنعم قهربة اللي تحس دايما ان رجله في الملعب ما توقفش تحس دايما ان الفولت العالي عنده موجود وجاهز في أي وقت وبالتالي السياسة الحكيمة لكولر مبارح في إدارته للمباراة وانه كان بيتعامل مع التغييرات قرد فعل ده شيء رائع جدا لان الكولر من المدربين بيحب يستنى يشوف المنافس اللي قدامي والمدرب اللي قدامه بيتعامل ازاي مع المباراة هيغير ازاي طريقة الله بها يحصل فيه ايه ما بيندفعش وده تاكتك مش عند اي مدرب الا المدربين اللي هم قدام قوي ووجبار قوي اللقطة دي قهراما واخري بيقول محمد شريف هتجيب جن هتجيب جن هنا أنا أتكلم على عنصر التوفيق التوفيق كان مهم جدا امباراة لمحمد شريف بعد فترة كبيرة جدا من الصيام عن التهديف امباراة يحرز هدفين امباراة كان فيه لقب جديد لمحمد شريف الاسد الاسد محمد شريف امبارا احرز هدفين وبيحتفل بالهدف الخمسين وبعد كده خلاص بقى الواحد وخمسين قصر الخمسين وداخل فيه المية المية هدف ان شاء الله وان برح كده واحد وخمسين هدف لمحمد شريف وبالمناسبة كمان محمد شريف دلوقتي بنتكلم ست اهداف مباراة القمة يعني ممكن بيعادل رقم عماد متعب في فترة وجيزة جدا للقناس محمد شريف. قلتلكوا التوفيق مهم جدا لأي لاعب والرأس الحربة تحديدا لكن زي ما قلتلكوا هي لمست يعني الاهداف لمست مع شريف وقت خروج كهرباء وهو بيقول له هتجيب هدف. ودي الروح. الاقل امبارح مكسبش اداء ونتيجة. امبارح كان فيه روح. التكتف اللي موجود ده جوه الجهاز الفني واللاعبين ده اكيد لازم تكون ليه نتيجة كبيرة في نهاية المباراة. وانك تفوز في الدربي على الفريق المنافس التقليدي لك الزمالك بثلاثة اهداف مقابل لشيء. حاجة بالتأكيد بتساعدنا عشان الفترة اللي جاية. اه قبل كده كانت فيه نتائج اكبر من كده بكتير. الموسم الماضي حتى انت كسبت خمسة. لكن في النهاية فيه درس مهم جدا. الدوري مخلص. انت السنة اللي فاتت واخد من الزمالك اربع نقط وللأسف خسرت الدوري بتفاصيل تانية. لا دعي لذكرها دلوقتي. ولكن لسه الدوري مخلص. كمان نقطة مهمة جدا. تبين لك اللي انت عندك مدرب فنيا على الاعلى مستوى. مع كامل احترامي للبعض امبارح اللي كان بيقول لك مدرب تقليدي ما قدمش شيء وبيتعامل مع ان المنافس بيغلط فبيستغل الخطأ. ده كلام يعني للأسف. غير صحيح بالمرة ودخل فيه حتة الانتماء اكتر. لو عايز تكون منطقي وواقعي. تتفرج امبارح على تشكيل الاهل واتقارنه بمباراته السوبر. كولر لما تفوق على فريرة في لقاء السوبر اللي اتلعى في الامارات. كان عنده ساعتها متولي وعبد المنعم واقرم وكريم والسولية وسافيو. وبدأ طهر محمد طهر. يعني بنتكلم ما يقرب من حوالي سبع لعيبة. السبع دول امبارح ما كانوش في التشكيلة الاساسية. ستة منهم امبارح مش موجودين في المباراة اصلا. اتنين منهم المسلم بالنسبة لهم انتهى. وبالتالي مع كل الغيرات دي قدر يكسب بنتيجة واداء افضل من لقاء السوبر اللي اتلعى في الامارات بسلاثة اهداف مقابل لاشيه. امبارح خالد عبد الفتاح ورامر ربيع عوضوا غيام متولي ويه محمد عبد المنعم. خالد عبد الفتاح بنتكلم في مباراة رسمية امام نادي الزمالك مصر كلها بتتفرج عليه والوطن العربي وظهر بشكل جيد جدا. هنا العين الخبيرة وانت بتبرم صفقات للتدعيم. تبص على الجابهة اليومنا كان اقرم وكريم فؤاد. الاتنين رباط صليبي وغيبين لنهاية المسلم. لكن في محمد هاني وحسين الشحات. امبارح علي معلول القائد. علي معلول بالنسبة لنا قائد. ومن اللعبة اللي سطر التاريخ كبير جدا جوه النادي الاهلي. ومهما مرت السنين علي معلول هيكون احد اساطير النادي الاهلي. امبارح كانت فيه لقطة يعني تساوي كتير. علي معلول النجم التونسي. انا بشوف اللقطة دي هو بيعملها في ممتخب تونس. بص قدامكم الصورة دي. لكن لما يعملها مع فريق الاهلي. وهو حتى مش مرتدي شارط القيادة. يعني هو مش لابش شارط القيادة. كابتن الفريق محمد الشنوى دوره كبير جدا اكيد مع الفريق. لكن اللمسات المهمة جدا. انت مش جايب لعيب اجنابي تلات اربع سنين عقد احترافه وخيخلص. ويمشي. لا الناس اللي بتيجي بترتبط بيك ارتباطه اجداني. اللي بيلعف في الاهلي يا جماعة. بيحس ان هو بيلعف يعني قعد ما بين عائلته واسرته واخواته واصحابه واهله وناسه. ده الاهلي. دي مدرسة الاهلي. دي عائلة الاهلي. اللقطة اللي بشوفها المعلوم دي انا شفتها كتير في منتخب تونس. بس طبيعة شوفها في منتخب تونس. ليه? منتخب بلده. لكن لما بيكون في النادي الاهلي وبيعمل نفس اللقطة. ده كده هو في وسط اهله وناسه واصحابه وفريق. مش منتمي ليه مجرد ان هو بيقض منه بالفلوس وخلاص. لا. ده فريق هو بينتمي ليه بكل وجدانه. عايش مع الاهلي اكنه عايش في منتخب تونس. وده النقاط المهمة اللي لازم نتكلم فيها عشان اي لعيب ممكن بيفقر يلعف في الاهلي. هيشوف نفسه ويبقى فين وممكن يكون فين. خالد عبدالفتاح مروانة عطية. ولسه ان شاء الله الفترة جاي كمان لما نشوف وجود جديدة مع النادي الاهلي من قطاع الناشئين. لعطة تانية عايز اتكلم عليها عشان بس اؤكد لكو. وانا مش معنى ان انا بقول كده يبقى انا اللي بأكد. لا كولر نتائجه واداءه هو اللي بيتكلم عن نفسه. امبارح اخر ربع ساعة او اخر لا في دي اربعة وتمانين. يعني بنتكلم مثلا حوالي اخر عشر دقايق بالوقت الضايا. اللي كان فيه اربعة دقايق وقت ضايا. انت كسبان اتنين سفر. بس عشان الناس تفهم كولر امبارح كان بيتعامل تكتكان زي مع المباراة. عمل امبارح? نزل احمد نبيل كوكا مكان احمد عبد القاتر. ورجع كوكا باكليفت واده مساحة لعالم علول يعمل سبرينتات ويكمل في الجبهة اليسرى ويبقى هافليفت مع حمد فاتحي ويشكله جبهة قوية جدا على الجبهة اليمنى اللي حصل فيها غربالة نتيجة طبعا تغييرات تفيريرا. اللي حصل الهدف التالت بتمريرة من حمد فاتحي وسبرينت من علم علول جوه منطقة الجزاء وتمريرة لمحمد شريف. يبقى فيه كوتش ولا ما فيش? فيه مدرب ولا ما فيش? بيأمن بوكوكا وبيدي مساحات لعالم علول ان علم يتميز دايما في التكملة الهجومية. حاب يعمل ده مع عبد القادر بس عبد القادر امبارح ما كانش موفق. بصوا الجونة هو بصوا التمريرة الفين بصوا علي معلول قاطع ازاي من الطار في الشمال وداخل وضم الجوه وتمريرة حريرية لمسة رائعة من حمد فاتحي ويجي الجون التالت. فيه مدرب ولا ما فيش مدرب? الانبارح بيقولك على كولر مدرب تقليدي. ركزوا يا جماعة فنيات الكورة وودوا تحليل سليم عشان الناس تستمتع وتفهم كورة كويس. حمد فاتحي انتو تتخيلوا حمد فاتحي قبل تمانية واربعين ساعة كان مصاب وكان فيه شكوك في لحاقه. تخيلوا حمد فاتحي بالدور المحوري اللي بيقوم بيه ما بين خط دفاع الزمالك وخط الوسط. وازاي بيقدر يكمل ويعمل خلخلة في ظهر امام عشور والزناري وعمر سيسي واكتر من لعب ممكن ودونجة كمان بيلعب في المركز ده. بصوا التمريرة الحريرية اللي اتحرق فيها حمد فاتحي. شوفوا تكملة حمد فاتح في دقيقة تسعين بعد مجهود بدن شاق. وازاي علي معلول ضم الجوه وجاي من عالطرفه وعمل سبرينت ودى التمريرة لمحمد شريف اللي زاي ما بأكد كل مرة. شريف مهاجم من الطراز الفريد. ولكن احيانا التوفيق ممكن ما يحلفكش. شوفوا مبارح التسديد ازاي؟ هدف علامة لمحمد شريف بأمانة. بس قبل الهدف شوفوا التحرك. وقبل التحرك شوفوا تكتك المدير الفني ازاي بيفكر انه عايز اكسب تلاتة واربعة وخمسة. لو كان في مساحة وقت اكتر من كده كان الاهل مبارح ممكن ينجز المباراة دي خمسة ستة سفر على الاقل. وده اسم النادي الاهلي وده مكانة النادي الاهلي. حاجة اخيرة مهم جدا قبل ما تسافر لكاس العالم للاندية فارق النقاط يزيد. حاليا الفارق مع اه فيتشر حوالي بنتكلم في اربع خمس نقاط. مع الزمالك بنتكلم في فارق تمن نقاط. ليه بقول كده? انت عندك تأجيل مباراة الحرس والمقاولين والدخلية والاتحاد السكندري اربع مباراة هتتأجل الفترة الجافة الدوري. وبالتالي الدوري احتمال يترحل لبعد تلاتين ستة. وتبقى للايحة ربطة الاندية ومعيار المشاركة الافريقية. نهاية الدوري الاول. ان شاء الله بإذن الله يكون الاهلي في الصدارة حتى لو لم ينهي كل مباراة الدوري الاول وهو موجود مع الريال والوداد والهلال في كأس العالم للاندية. لسه كمان مباراة كأس مصر مع بيراميدز. المباراة النهية اتأجرت لاجل غير مسمى. فالدورة ينتهي تلاتين ستة. لا ممكن نخش شوية في شهر سبعة. وتأجيل اسمائي الفرق اللي هتشارك في افريقيا. فكان لذلك مهم جدا تنهي الدور الاول وانت متفوق بفارق كبير من النقاط. دي كانت اطلالة سريعة عن مباراة القمة والتفاصيل الفنية اللي كنت حريصة اتكلم فيها مع كل جمهور النادي الاهلي اللي بقول لهم الف مبروك على الانتصار والسلس نقاط. ولكن لسه البطولة لسه شوية عليها. اخرج الافاصل وبعد الفاصل نستكمل مع بعض باي فقرات برنامج الترنت. اعلم بحضراتكم من جديد. النهاردة بالتأكيد النادي استانف تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الاهلي. على طول كده ما فيش وقت وكلر دايما لاستراتيجية في مسألة التحضير للمباريات. صعب جدا تلاقي ان بعد اي مباراة في راحة سلبية يوم واثنين واجازة. والكلام ده لقدامكم على شاشة ده النهاردة بالصبح يعني كان فيه تدريب بسرعة واستانف الاهلي التدريبات بدون روحة بعد الفوز على الزملك. المراني النهاردة استهل الفريق بجلسة تدريبات بدنية في الجيم قبل ان يستكمل اللاعبين اللي شاركوا في اللقاء الامس مران استشفاء. ده ممكن ايمن اشرف وفيه مراوان عطية طبعا بقى اللعبة الشهيرة. كابتن سيد شاف مبارح محمد شريف جاسبان اتنين صفر فلازم ايه يدخل معا تحدي. واكيد كابتن سيد كيسيف يعني. وشوفنا هو بير سيتاو ان شاء الله بإذن الله قريب جدا يدخل مع الفريق وبإذن الله كمان يبقى جاهز لكاس العالم الاندية برونو سافيو كمان خلاص يعني شاء الله داخل في التدريبات الجماعية. هو بير سيتاو. وشوفها جماعة ما هو الاهلي بما الحضر دي ما جاتش جدا من فراغ يعني. الاهلي مبارح جايب عنه شوفوا هذا الكم الهائل من اللعبة. ومع ذلك بيكسب. ومع ذلك بيتفوق. ومع ذلك بيتصدر الدوري. وحدش يقول لي اصلي فيه اجهاد ولا ارهاق لاي فريق تاني. محدش هيتكلم على ارهاق واجهاد زي الاهلي. الاهلي اكتر فريق اتعرض في مصر لاجهاد وارهاق اغير خمس ست سنين. ومع ذلك على قدر المستطاع بيحاول يعني اكبر نتيجة ممكنة. لو دخل في خمس بطولات لازم يكسب على اقل تلاتة او اربعة. ممكن يكسب اتنين يكسب تلاتة لكن ما يخسرش الخمسة. يعني الحمد لله ان شاء الله حتى مباراة بيرمت زنهائي كاس مصر. لو الاهلي كسب بيها ان شاء الله يبقى السنة لفاتة الاهلي ما خرقش خالي الوفاد. طيب النهاردة كمان كولر يمكن عمل اجتماع مع الجهاز المعاون في حضور الكابتن سير عبدالحفيظ عشان ينقش بعض الامور الفنية والادارية. يمكن اخر مباراة للاهلي قبل السفر. للمغرب هتكون مباراة البنك الاهلي يوم قل السلساء القادم باذن الله. علي معلول يخضع لبرنامج استشفائي تمانية واربعين ساعة. وكان قدامكم طبعا فيه المباراة الشهيرة مع الكابتن سيد. آآ دكتور احمد ابو عبلة وضع برنامج علاجي طبي واستشفائي لمدة تمانية واربعين ساعة لعلي معلول للتخلص من الاجهاد العضري. انا برضو الحاجات اللي مستغرب منها. ليلة مباراة القمة يقول لك ايه? علي معلول هيعمل اشياء. علي معلول في المستشفى. علي معلول لمصاب ومش هيلعب. مبارا علي معلول عمل اسبرينتي في الديها تسعين وساهم في الجنة التالت. يا جماعة يعني ارجوكم. مش اي خبر يتقال الا لما يكون صادخ بنسبة مية في المية ومتأكدين منه بنسبة مية في المية. الخبر اللي تقللت المباراة دا اللي عمل رابكة عند جماهير النادي الاهلي. مبارح تتفرج على المباراة. حاجة تانية وعكسها اطلاقا يعني. حاجة تانية خالص. علي معلول. يعني ازاي عمل اشعة ومش هيلعب وممكن يغيب. صعب جدا يا جماعة المعلومات اللي بتتقال بالشكل ده. ياسر ابراهيم قدامكم وهو خلاص في تدريبات منفردة. عشان ان شاء الله قريب بدا ان ينضم لي التدريبات الجمعية. يا سبحان الله اللي والاخبار دي بتتقال في اتجاه تاني. كنت هتلاقي ردود فعل صعبة. لكن محدش بيقدر يعمل ده. طيب السلية وصافيو آآ بينتظم في التدريبات الجماعية. ياسر ابراهيم آآ بدأ تدريبات الجاري وخضع لجلسة في الجيم. وكريم فؤاد. خلاص كريم فؤاد هيغادر للنمسا لاجراحة الروباط الصليبي. يمكن سافر النهاردة الى النمسا آآ بصحبة دكتور احمد ابو عبلة. وكمان دكتور محمد وفائي اخصائي العلاج الطبيعي. استعدادا لاجراحة الروباط الصليبي. وان شاء الله بإذن الله تكون اجراحها موفقة. ويقوم منها كريم فؤاد على خير ان شاء الله ويستكمل برنامج التاهيل اللي غالبا هيكون فيه الدوحة زي اخرم طفيل اللي يمكن كان فيه استيبال كبير جدا ليه من ربطة مشجع الاهلي في الدوحة خلال الـ 48 ساعة الماضية. وان شاء الله بإذن الله يرجعونا بسرعة وان شاء الله نطمئن عليهم خلال الفترة اللي جاية. طيب دي كانت ابرز اخبار الاهلي. وانا عارف الناس كتيرا مستنية من انا اخبار متعلقة بالفترة اللي جاية. عندنا دورة ابطال افريقي. وعندنا كاس عالم اندية. وعندنا اخبار مهمة عن دورة السوبر الافريقي. وعد ليكم من بكرة ان شاء الله الاخبار الحصرية وماذا سيحدث في البطولات السلاسة القادمة للاهلي. هيبقى من خلال الترند. وعند ليكم مفاجأة كل مباراة الاهلي في دورة ابطال افريقي. من الجولة الاولى للجولة الخمسة. يوم ايه? الساعة كام? ملعب ايه? هقولها لكم من خلال برنامج الترند خلال الايام القادمة ان شاء الله. وقبل شهر من انطلاق مباراة دورة ابطال افريقي. اخرج لفاصل. وبعد الفاصل نرجع ونشوف ترند الاهلي. واللكتب على النادي الاهلي في السوشيال ميديا. اهلا بحضراتكم من جديد وترند الاهلي. والنهاردة عندنا مباراة القمة. الحساب الرسمي للنادي الاهلي وعلى تويتر. نشروا الصور للعاب النادي الاهلي من المران الصباحي. وكتبوا عليها الغزالة ريئة. على معلول قهربة. حمد فتحي. وكمان ياسر ابراهيم. وشايفين قهربة وحسين الشحات. السناء ده هيبقى حاجة عظيمة. خلال المسم ان شاء الله بإذن الله قهربة وحسين الشحات. ان شاء الله يعملوا مسم ولا اروع مع النادي الاهلي. بس بوسط يعني اول ما تصحى الصبح وتلاقي صور لعابة النادي الاهلي والغزالة ريئة. طيب نروح لحساب فيفا. كأس العالم للاندية وراحين بقى للمرحلة العالمية. الاهلي يعلن جهزيته لكأس العالم للاندية فيفا بفزة كبير في ديربي القاهرة. صورة معبرة. والأدمنز بتاع الفيفا بصراحة يعني فاهم الفكرة في حد ذاتها. لما الاهلي بينتصر بتبقى الصور بالتأكيد ده تغني عن اي كلام واي حديث. طيب ده حساب الاتحاد الدولي فيفا. نروح لحساب اربعة تلاتة تلاتة. ده حساب اربعة تلاتة تلاتة ومش طريقة اللقب. طيب. اه حساب اربعة تلاتة تلاتة على تويتر علقوا على مباراة الاهلي والزمالك بصورة قهربة وشريف اثناء الاحتفال بالهدف الثاني. وكتبوا ذلك شعور هدف مباراة الديربي. هدف مباراة الديربي ده على مستوى العالم. بيبقى هدف كبير جدا ومهم جدا. الاجيال بتتذكره سنوات وسنوات. يعني احنا على مدار التاريخ اهداف مباراة الاهلي والزمالك. اللي يفتكر هدف لابوتريكا. واللي يفتكر هدف للكابتن ايمن شوقي في التسعين دقيقة او في اللحظات الاخيرة. واللي يفتكر اهداف للكابتن محمود الخطيب. واهداف للكابتن طاهرة بوزيد. واهداف كثيرة واعمد متعب وفلافيو براقات. اهداف الاهلي الحمد لله كتير جدا في الزمالك. لكن محمد شريف في ظرف سنتين تلاتة قدر يحرز في الزمالك ستة اهداف. لعب غايب عن التهديف بقاله فترة كبيرة جدا. فترة صيام وهجوم مثلا من الجماهير. لكن امبارح ينزل وفي اقل من حوالي خمسة وعشرين ديئة. يحرز هدفين مهمين جدا عشان يتساوى حتى مع عمادة متعب في رصيد الاهداف. فلذلك اهداف الدربي بتبقى ليها رونة خاص وشعور مختلف. طب حساب ربطة الاندية المحترفة. العودة للتسجيل تكون مميزة. خاصة اذا جاءت في ليلة دربي القاهرة بكل تأكيد. احتفال قهرابة بهدفه في مرمى الزمالك. لو قلنا لكل واحد الهدف دا يساوي كم? ممكن يقولك اثنين مليون دولار تلاتة مليون دولار اهداف القمة على فكرة لا تقدر بثمن. فايزا اي رقم ممكن يتقال مش هيقدر بالتأكيد قيمة هذا الهدف. لانه هدف مهم جدا وتأكيدا ان قهرابة نفسيا لما بيشارك مع الاهل بيبقى عمل ضغط على المنافس في مباريات الدربي. طيب نروح كمان لحساب بيالا كورة. وبص بقى على اللغة الرقمية. الاهلي في الدور المصري صدارة. اقوى خط هجوم. اقوى خط دفاع. فوز بالدربي لا هزيمة. الارقام ما تتحدث عن الاهلي وكولر. حساب سبور تلتوني وستين مصرية. وهنا بقى قيمة وعظمة اليو ديانج. المياه تغطي واحد وسبعين في المية من كوكب الارض. والباقي يغطي اليو ديانج. ديانج مع جيزة افضل لاعب في مباراة القمة. طبعا هو الفكرة في حد ذاته وعايز يقولك ان اليو ديانج لاعب بيقدر يغطي كل المساحات اللي موجودة في وسط الملعب. وقلنا عارفين طبعا ان المياه بتغطي او المياه بتغطي واحد وسبعين في المية من كوكب الارض. والباقي بتتبقى مساحات خضراء. فبالتالي الفكرة ان اليو ديانج يقدر يغطي مساحات كبيرة جدا. وده مجازا يعني على فكرة مشاركته كافضل لاعب في خط الوسط. وبصراحة مبارح تفوق الاهلي في وجود ديانج. وحمد فتح السنائية رائعة. ويا سلام كمالنا ببينزل عمر السلية وموجود في مركز تمانية. نص ملعب مش موجود زيه في مصر خلال السنوات الاخيرة. حساب في الجولة نيوز ورايح بقى لتصريح لمدرب اوكلاند سيتي اللي بيتكلم عن كاس العالم للاندية. البيرت رييرا فيدال المدير الفني لاوكلاند سيتي. قال نضع كل العرقين والتحديات امام لاعبين قبل مباراة الاهلي الصعبة جدا. بالمناسبة فريق اوكلاند حاليا موجود في اسبانيا. عشان بيعمل معسكر تدريبي قبل ما يتوجه الى المغرب. لان اوكلاند والاهلة هيكونوا مقيمين في مدينة تطوان. والمباراة هتكون في تنجة. فبالتالي فريق اوكلاند عشان المسافة متبقى اشتويلة لما يسافروا من نيوزلاندا الى المغرب. فحاليا موجودين في اسبانيا. بيعملوا مباراة ودية. ومع اول مباراة ودية عقب الوصول بـ 48 ساعة يمكن خسروا صفر واحد امام فريق اسمه ريوس. من القسم السادس في الكرة الاسبانية. لكن طبعا لسه عندهم مساحة وقت على مباراة الاهلة. بنتكلم في حوالي يعني عشر تيام او تسعة تيام على مباراتهم مع النادي الاهلة. وعشان كده في تحديات هو بيحاولوا يتجلبوا عليها. عشان ما يسافروا يواجه الاهلة. يبقى تأقلموا على كل الظروف. وان شاء الله الاهلة يكون قادر على التحدي ده ويتأخطى اوكلاند سيتي. حساب الوطن الرياضي. الاهلة يستقر على تجديد عقود خمس لاعبين والاعلان بعد نهاية مريكاتو يناير. طيب هنبدأ بقى فكرة رمي ربيعة. ايمن اشرف. عقودهم اتنتهي. طب وضعهم ايه? عقود حسين الشحات. محمد هاني ياسر ابراهيم. انا مش هدخل في تفاصيل كتير. لكن اعايز اقول لكم. مفيش اي مشاكل اطلاقا في مسألة تجديد العقود. وكمان في مسألة تدعيم الفريق. وكابتن سيد عبدالحافيز المبارع قال تصريح مهم جدا. قالك طالما في فترة الانتقالات الشتوية. ما انتهتش. ولسه عندي فرصة. اكيد هستغل لا. اقرى بقى اللي بين السطور وانت تفهم ان الفترة الجاية اكيد النادي الاهل محضر يعني لعبين جهزين ان شاء الله لمباراة تكاس العالم وايضا كمان دوري ابطال افريقين. حساب باكورا اليفن بعد تقلقه خلال الفترة الاخيرة. حسين الشحات تأيعلن موقفه النهائي من تجديد تعاقده مع الاهل رغم عدم تقديم عرض جديد من القلع الحمراء لاستمراره داخل اتيتش. والله من غير مقرأ التفاصيل وهه عد بسرعة. حسين الشحات لا توجد ثمت اي مشكلة في التجديد تعاقده مع النادي الاهل. ولو تقلقه تفضل يا حسين هتمضي على بيض. هيمضي على بيض. ما تصدقوش فكرة الارقام واصل اشترط اصل طلب. اللي تنازل عن امور كثيرة في الفترة السابقة عشان يسيب العين الاماراتي ويجي العفل الاهلي. مش محتاج بقى ساعة التجديد. نقعد نقول طلب وقال وعاد وزاد. وكمان لسه اصلا التوقيت مش مناسب في ضغط المطسطة. واحنا داخلنا على احداث سرياضية دولية مع الاتحاد الدولي ومع الاتحاد الافريقي. طيب حساب طولات بتكلم على ان فيه تقارير تركية بتقول ان الاهل يخطط لضم مهاجم فنار بخشة المنبوذ. يمكن صحيفة اقسام التركية اتكلمت وقالت ان فيه رغبة من الاهل من التعاقد مع مهاجم فنار بخشة علي ساماتا. حاليا طبعا بيلعب في فنار بخشة وكان معار من جينك البلجيك. طيب برضو تفاصيل اكتر في الفترة الجاية لما النادي الاهل يعلن شيء او يخلص شيء معين. فترة الجاية هيكون كل الاعلان الرسمي من قبل النادي الاهل عبر المنصات الرسمية. واخر حاجة معي حساب يلا كورة. وده خبر عكس اللي قبله. عشان تعرفوا ان ما فيش حاجة رسمية وكلها اكتهدات. انتظار الرد النهائي. مصدر يكشف ليلا كورة. تفاصيل عرض الاهل الاخير لضم موليكا. يكلموا في ثلاثة ونصف مليون دولار وخمسمائة الف دولار عبارة عن امتيازات. ووصول لرد نهائي. وانا عايز اكد لكم الرد النهائي للنادي الاهل عن كل هزي الاخبار اللي ممكن تكون اكتهدات. هتشوفوها خلال الفترة اللي جاية. واكيد قبل صفر الفريق لكاس العالم للاندايا يوم تمانية وعشرين يناير. يعني نتقلم في ايام قليلة. وكل شيء هيبقى واضح لكل السادة المشاهدين. نخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع للفقرة الاخيرة في برنامج الترند. طيب الجوز الاخيرة هيكون مخصص فقط لكل السادة المشاهدين اللي شاركوا معنا في الاجابة على السؤال رأيهم في اداة الاهلي في مباراة القمة والفوز على الزمالك بسلاسة اهداف مقابل لاشيء. اول رأي معايا استاذ رمضان بيقول لفوزة منطقي واداء ممتاز في ظل الغيابات الكثيرة ومزيد من الفوز والانجازات لفرقنا العظيم الاهلي الكبير. طيب ناخد كمان رأيي تاني معنا استاذ عبدو بيقول اداء رائع من اللاعبين والمدير الفني وبالتلاتة يا حبيبي بالتلاتة. تمام نشوف كمان رأيي استاذ سعيد بيقول جمهور لعيبة. ادارة فنية مجلس ادارة. كل عمل اللي عليه مبروك نادي الوطنية. تعليقات الاهلوية كده المزاج لما يبقى رايق اول ما تصحى بعد الفوز العريض مبارح. استاذ احمد غانب بيقول الف حمد وشكر للمولى عز وجل على نعمة التي لا تعد ولا تخصى ومنها نعمة الاهلي. بس محتاج بجده شوف النادي الاهلي بيفوز بكأس العالم للاندية باذن الله. اقول يا رب ان شاء الله كلها ايام ونشارك في كأس العالم. وان شاء الله بإذن الله تكون مشاركة يعني تشرف الكرة المصرية كالعادي النادي الاهلي دايما هو اللي بيشرف الكرة المصرية. استاذ شادي بيقول اداء راقي جدا ومدرب عالي سيطر تماما. مدرب زكي. كولر امبارح بصراحة مدرب زكي. عرف ازاي يكسب الزمالك باقل جهد. استاذ سامي بيقول مساء الخير عليك يا استاذ محمد. ألف مبروك للاهلي على هذا الاضاء الرائع. مبروك لحضرتك. ودايما تجد الاهلي يبدع مع التحكيم الاجنبي العادل. ولعلم حضرتك. توقعت بالامس ان يلعب خالد عبدالفتاح بجوار ربيعة. نظرة لتفاهم محمد هاني مع حسين الشحات. ألف مبروك معاك يا اهلي. والله رسالتك دي عزيزة. علينا يا استاذ سامي لانك بالتأكيد ده متابع لكل الكلمة بتتقال هنا في البرنامج. وبنشكر حضراتكم دايما بالتأكيد على خصن المتابعة. ودايما متابعيننا في كل الاخبار والمعلومات اللي بتتقال على النادي الاهلي في جميع المناسبات. عموما مباراة الزمالك انتهت. انتهت. مفيش اي كلام عليها تاني خالص. من بكرة بالتأكيد هيكون التركيز على مباراة البنك الاهلي. وبعد البنك الاهلي عندك كأس العالم للاندية والسفر والتحضير لهذه البطولة. عندها بقايمة نهائية. هيتم التسجيل قبل يوم 30 يناير. قايمة 23 لاعب دوري ابطال افريقيا. كل الاحداث اللي جاية اكيد فيها زخم كبير جدا لكل الاهلوية. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة. وبإذن لنا انتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند. شكرا وإلى اللقاء.